في السن ده بيبقاش المراكز متحدد قوي مظبوط صح؟ بنلعب كل مراكز متمرن كل مراكز طبعاً يعني في 15 سنة بيبتلي خلاص بقى انت مراكزك مظبوط بيبقى خلاص المركز بتاعك المدارب حدده او مهاراتك حددتها فانت بتتاجي هليه على طول ابتديت ايه؟ انا ابتديت ضارب كمان؟ اه ضارب يعني انت عملت اخدني هناك وتجيبني هنا بليميكر و احمد صار لعب معامل ليميكر 15 سنة مش 13 احمد 13 برضو كان بيلعب كلنا كنا بنلعب ضاربين كان فيه بصيره طبعاً بسنة مكنتش انا بصير ولا احمد بصير 15 سنة موضوع اختلف شوية معي انا و احمد صلح يعني انتوا بدأتوا ضاربه مظبوط وبعد كده جاي مدرب بصيره قال لكم خليكوا انتوا الاثنين بصيره انتوا اثنين كمان احنا الاثنين كمان عشان احنا في الفولي عندنا يعني ممكن نلعب بثلاثين خمسة واحد خمسة واحدة احنا خمس لعبة وبصير واحد واربعة اتنين اللي هم اربعة ضربة و اثنين بصيره اثنين بصيرة اربعة اتنين الاثنين اللي بنعبها لما انا بكون امامي على الشبكة تمام و احمد هو اللي يرفع لي يبقى هول بليميكر و انا بلعب ارسال و ارجع ثاني احمد يبقى امامي و انا ببقى خالفي انا اللي برفع فديكهة طبعاً هي هنجومياً اكبر و اقوى بتهجب بكل ملعب يعني بخمس لعبة بيهجمه وبتكسب مهارات المراكز المختلفة يعني أنت لما أنت بقيت أحسن مهده أحسن صنع العاف في أفريقيا ومش عايز أقول يعني من أحسن صنع العاف العالم نتيجة أنت كنت ضارب فبقيت حرف الضارب عايز يكون أجيله إزاي مظبوط لأنه بقوله ده صح مظبوط طيب ومين صاحب الخلات اللي بدأت ضربته في ده كابتال بن فخر الدين عشان كابتال بن فخر الدين طبعا نما روحتي للأهلي كان هو رئيسي جهاز الكرة الطايرة فهو كان في الوقت دوت هو الصاحب الفكر دوت بس في 15 سنة إدى أردى المدربين اللهم عبدالله هي هو بقى صنع العاب وأحمد صلاح يرجع عد ربي خلاص بقى أنا صنع العاب من 15 سنة من أول سنة يعني جربكوا في كل حاجة وخذكر في الآخر اللي قد يصلوا حينه ودخلوا هنا مظبوط كان له جيت نظر مظبوط سيعته برضو كان اللعاب الموجودين أو الجيل اللي أنا موجود فيه يعني بسم الله ما شاء الله مراتهم كلها كويسة جدا وكانت مساعدة المدرب ممكن يبتكر أو يلعب بأي طريقة هو عايزة تفتكر من غير رحمة صاحب كان معاك كان ساعتها معايا قومي كان ساعتها معايا حسام شعراوي طبعا المدرب 10 سنة ببريكة طبعا على بطولة منطقة القايرة كان معايا محمد السيد في ناس طبعا كتيرة كان معايا كابتن الشام كابتن الشام برضو كفاخر الدين ابن كابتن فراخر الدين في ناس كتيرة برضو كانت موجودة معانا وغطارة كان جيل محترم جدا جيل ثلاثة ومين دوت أربعة ومين كان جيل جاي جدا 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 يعني كان عامل طفرة في الندلاني لا ده انت انت قصة لغاية دلوقتي تتعامل فيلم وثائق والله بياد وباستثناء طبعا كابتن أحمد رجب الله رحمه 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 الله عليه كل أبطال القصة موجودين والمكان موجود يعني معليش أنا بحب أخش آفر خلصنا فترة الشباب خمستاشر سبعتاشر حطينا رجلنا جامد اتعرف طريقي ان انا معد وحطت رجلي في المركز ده هتبطي تطلع درجة أولى مين كان في الدرجة الأولى همركزك قبلها كان فيك هسا عنا من 17 سنة ده بقى الطفرة الحقيقة اللي حصلت للجيل ثلاثة وميربعة وثلاثة وميربعة وثلاثة الناس تتعرف بقى عبدالله تتعرف أحمد ابتتتعرف كومي محمد السيد حسام شعراوي كل جيل معانا كالد إبراهيم ألفين واحد ده كان جيل تحت 19 سبعتاشر 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 تمام هم في الأداد بيسلحوا لك سبعتاشر 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 يعني ألفين واحد ودي كات فين تفتكر فين بتاعنا كات في مصر خدنا رابع عالم رابع عالم ما دي بقى يعني دي الطفرة بقولك حددك اللي بتادت بقى الناس تعرف الجيل بتاعنا عشان كاس عام كان موجود هنا الحمد الرب عمين قدنا بيه بشكل كويس كان عندنا ساعة الماتش الشرنة جدا ماتش فرنسا ساعة ده اللي مزبوط ده كنا متأخرين فيه والشوت اللي التالت أو الرابع كمان خلصنا 32-30 فطبعا كان بالنسبة 32-30 اه فده بالنسبة للناس كتيرة كانت أول مرة تشوف فولي حديث اللي هو من 25 مش من 15 قديم مع تغيير إرسال تشوف الاسكور العليم الاسكور العليم فطبعا التالت ناس تشد التالت ناس تقولك فيه جيل جاي في مصر كويس فطبعا دي كانت بدايتك بقى دي كانت بدايتك طبعا